بلاس خارت استماعت انت إلى الاعتراضات التي وجهت إلها وهي عرابة التزوير وما شابه ذلك بالتالي اليوم شهدنا لقاءات من قبل بلاس خارت مع شخصية سياسية سيد قيسر خزعلي التقت قبل أيام بسيد عمار الحاكيم مثل ما ذكر السيد ياسر اللامي الآن تبحث عن دور من خلاله ممكن أنه تهدي الوضع نوعا ما وحتى تمشي هذه العملية السياسية هذا التناقض في الموقف من قبل القوى المعترضة شون نشوفه يعني جزء من القوى المعترضة على نتائج الانتخابات وعلى موقف الأمم المتحدة شعر خلال المرحلة السابقة أنه يعيش عزلة كبيرة عزلة من التواصل الإقليمي عزلة من التفاعل الدولي هذا ولد حالة من الرغبة للجلوس معها حتى من كان يتهمهم بالتزوير اليوم العزلة ما رح تود إلى نتيجة يعني حتى الجانب الإيراني وأصدقائه اللي خسروا الانتخابات ما مقتنع بأغلب الآليات اللي دي حاولون يتبعوها تصعيد المسلح وتهديد الدولة ما هو من ضمن الأجندات ربما الرسمية الإيرانية لأنه يوجد جناحين دي يشتغلون في وزارة الخارجية الإيرانية جناح الحمائم وجناح السقور جناح الحمائم يريد يجلس على طاولة المفاوضات ويريد يحاول يعني يدعم أصدقاء هم أصدقاء جناح الحمائم والسقور تيار الحكمة يعني موقفة حلو هذا صحيح صحيح جدا جدا صحيح الإطار التنسيقي بجانبهم بجانب يريد يستخدم عنف وبجانب يريد يستخدم قانون يعني تيار الحكمة موقفة جميل من أنه إذا القضاء قال بأنه هذه الانتخابات نزيهة هو يجلس خلاص لكن هذا مو رأي الإطار التنسيقي بشكل عام أغلب القوى اللي موجودة داخل الإطار التنسيقي ما عدها هذا المتبنى اللي ديتحدثون به الأخوة في الحكمة يعني اليوم نحتاج لهذا الصوت حقيقة ما أعرف إذا كان السيد عمار الحكيم يقدر يأثر على الإطار التنسيقي في تبني خياراتهم السلمية أكثر لكن أنا أعتقد حتى يعني أغلب اللي موجودين بالحكمة ويمكن عدى عفوا بالإطار التنسيقي عدى دولة القانون يريدون يستخدمون التصعيد من أجل الحصول على مكاسب هذه النظرة ما رح تودينها باتجاهات إيجابية صراحة أستاذ علي نحن نحتاج إلى رؤية تتوافق مع حجم التحديات في المرحلة القادمة